الحقن التخصيص المنتشرة كانت في البداية هي علاج للسكر لمرة السكان نعرف أكتر عن حقن التخصيص دي وتشارها حضرتك شايفوا إزاي الفترة اللي فات مرة السكر ده كان مفيش نقدر نقول إن عشرة في المئة من سكان الكرة الأرضية عندهم سكر تقريبا بهذا الشكل إن لم يكن أكتر السكر ده كان بيقضي على مئات الملايين على مرة تاريخ الفرعنة أول ناس اكتشفوا موضوع السكر واستخدموا بعض المركبات لهذا الموضوع إلى أن ظهر الإنسولين فريدريك بانتينج اكتشف الإنسولين واخده جائزة نوبل ومن هنا بتدت قصة لكن السكر طول عمره وما زالت الأبحاث طويلة على السكر زراعة خلايا البانكرياس وموضوع كثير إلى أن ظهرت الحقن اللي احنا بنتكلم عليها دي جزء من طفرة من مجموعة أدوية ظهرت على مرة تاريخ كان أهم دواء أقراص استخدم مادة المتفورمين وده أساسا من نبات الليلة وتم اكتشافه بالصدفة فرنساوين واخد إجازات في فرنسا في الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي الأف دي ايه مدلوش إجازة إلا في تمانينات القرن اللي احنا الماضي برضو وما زال هو الدواء الأول اللي بستخدم للنوع الثاني من السكر فيه نوع حاجة اسمها النوع الأول من السكر فيه احنا عندنا نوعين أنا عفوا أن أنا قطلت عليكم بس عشان أقولكم التاريخ نفهم القصة النوع الأول ده بيبقى فيه جزء مناعي وتكسير للخلايا وفيه نوع أول ألف ونوع أول به نوع الأول ألف ده النهاردة لقوله دواء اسمه تيبلوزيماب بيقلل فرصة حدوث السكر ويؤخره النوع الأول قد يصل إلى عشرين سنة تخيل النهاردة أدوية عندنا ما كانش فيه قصة السكر دي قبل كده فانت النهاردة عندك الدواء بتقلل فرصة اعتمادك على الإنسولين النوع الأول ده يعني الخلايا بتكسر وحتاخد إنسولين النوع الثاني ده مقامة إنسولين والسمنة ومضاعفات الاتنين دي هم نفسها هذه المضاعفات هذه الأدوية الحقن اللي هم نكلم عليها للتخصيص دي محاكاة لهرمونات عندنا طبيعية زي ما قلنا الإنسولين ده محاكاة للإنسولين اللي ما بقاش يطلع عندي من البانكرياس ده محاكاة لهرمون عندنا داخل الجهاز الهضمي إنكريتنز ومجموعة من هذا كله هذه الأدوية بس الهرمون اللي عندنا عمره الافتراضي قصير جدا فما بيقديش العمل ده بشكل ممتد الأدوية اللي احنا حكينا بها هذا الهرمون اللي هي الجي أل بيس دي الهرمون ده بيعمل إيه بينظم إفراز الإنسولين مرتبط بالأكل وبيقلل حركية الأمعاء وملوش أي تأثير مركزي داخل المخ عشان فيه كثير من الناس بتروج إنها له تأثير بيسد النفس عن طريق المخ هذا كلام هرق مش حقيقي أبدا العمل الوحيد لي بيقلل حركية الأمعاء عشان كده كل اللي هياخدوا هذه الحقن هيجي لهم ميول للقي ده أهم أثر جانبي نقدر نقول في 100% من اللي هياخد هذه العائلة منها بشكل كامل ما فيش حد هيبقى عندهم ميول للقي وقد يصل إلى ألقي بالفعل طيب خليني أرجع مع أحداك لأننا دلوقتي ظهر بعض المشاهير يمكن على السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت وكلهم حضروا من الحقن دي ولأنهما لما أخدوها حصل توقف الأمعاء داخلوا العناية مركزة بعدية فناس كتير خافت مع أن في أطباء كتير بتوصفها دلوقتي كوصفة طبية للتخصص في العالم كله واخد FDA approval بالضبط هي لها أثار ما فيش هي طبعا لازم نقول أن أي دوة علشان يرخص لازم يكون آمن وفعال يعني لابد أن يجتم اختبار الأمان والفعالية على أكتر من 100 ألف شخص وعلشان ياخد الـ FDA approval وعلشان يوجاز في دولة زي مصرنا مصر أيضا عندنا هيئة رقابة دوائية مش سهلة لتجيز مثل هذه الأدوية فهذه الأدوية موجازة لكن مفيش حاجة اسمها بدون أثار جانبية مفيش حاجة اسمها سحر هذا الدواء يعني يشابه الهرمون اللي موجود داخل الجسد له أثار جانبية عند بعض الناس مين اللي ما ياخدوش قبل ما نتكلم على موضوع الأمعاء اللي عنده خلل في الغدة الدرقية لقينا بقر لأن هي وجدوا أنه ممكن يزود سرطان الغدة الدرقية هل ده معناه أن الناس ما تاخدوش الإجابة لا هنعمل لهم فحصوا بنتأكد أنه ما عندهمش هدين مشكلة وحنتباحهم وحياخدوه سنين والدواء ده بيتاخد في العالم الخارجي سنين طيب اللي عنده خلل في الشبكية حنرقب موضوع الشبكية اللي عنده خلل في الكلا أيضا حنرقبه وحنديله الدواء يعني تخيل حتى بتاع الشبكية اللي احنا بنقول أن من أثار جانبية للدواء أنه يزود التهاب الشبكية نتيجة ضبط السكر السريع المفاجئة التغير المباشر في السكر حيأصل لنا على هذا الكلام وبعض الناس هو بيأثر على الكلا فيهم لكن مع ذلك بنديهم هذه الأدوية طيب لقوا أنه ممكن يزود فرصة حدوث حصوات المرارة يعني بيكلم كأثر جانبي ممكن يعمل لنا التهاب بانكرياسي فإحنا الناس دول حنأخذ بالنا ونعمل لهم فحص مؤكد قبل ما نديهم الدواء طيب مين اللي هيستفيد بالدواء مريض السكر ده 100% السكر بتاعها تحسن جدا حتى لو كنت بيأخذ دواء آخر أو نوعية أدوية أخرى ممكن يتخذ مع أدوية أخرى ممكن يتخذ مع الإنسولين لأنه ينزل في الوزن فبيبقى أحسن لمرضى السكر لأنه ينزل في وزنهم وهو مفيد للسكر لأنه منظم لامتصاص السكر بيحسن حاجة اسمها إحنا عندنا في السكر يعني هو مثالي لمريض السكر مثالي جدا هو دواء سكر في المقام الأول وبيساعد على نزول الوزن بالأخصار الجانبية بتاعته اللي هو بيسد النفس في شكل في المعدة لأنه بيقل حركية المعدة فبيخلي الناس كره الطعام تماما طيب إحنا قلنا مرارة وقلنا طيب إيه الفوائد التانية ده بيحسن عضلة القلب بيقلل السكتة الدماغية ده بعض يعني ده حاجات ما كانوش واخدين بالهم منها لكن اكتشفوا مش بس لتنظيم السكر لأ لأوا إن هو بيقلل تصلب الشرايين فلا أن له فوائد عظيمة في هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر